اشتغلت في كرفور اخوك تعون خارج كبداكة تحت جناحه وبعونه هم الجوز جاك تعوني يد يا نسر يد انت ولادي اللي ملمستش امه هي بس المصلحة رشقت علينا جات كده نقول لها لا طيب بس رشقت عداية دب يدك ووسحها شوية دا احنا عشرة الايام والليالي السودة سوا طيب بس انت عطيني بعد الوقت وانا وسحها عشان انت والنسر ما تزعلوش انت قاعد بطنبورلي زي ما كوني اشتغلت في كرفور قاعد عشت الليل مع الاشكال الوزخة دي ما تلزش وفلوس هشار بس بيرتو لما عميانة بتطير زي النسر اه نسر ايه المدام يا ريت عملي نسر ايوه نوال ايه يا ودي الدخل النشفة دي وحشتين مالياش حقت وحشني يعني دا احنا كنا ولا المتجوزين هاتم الاخر ورمي اللي في باطنك يا نوال عاوز ايه عاوز منك ايه يا عيما ولا عاوزت منك ايه يعني قبل كده وحشتين عاوز اشوفك وانت ما وحشتينيش ولو في خراب في دنياتي حيبقى من تحت راسك انت جرى ايه يا هيمة هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت سلام انا ولا انا مش فضيلك سلام ومش فضيلي ليه وراك ايه يعني اهم مني قلت ليه عاوز اقبلك وانا قلت لا هنحكي في ايه تاني وانا احكي معاك ليه انا اقوم افتح باب الشقة واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كذبت عليها في حكاية الفرح والهدوم اللي انت مستلافها وانا كل ليلة بتطلع تتصحب وما بيجيش غير وش الصبح وشمس ربنا من وارا يعني يا نوال يعني تتعدل معايا وانت بتكلمني انا حشوف كده سلوما دنيته ايه وحكلمك وانزل قابلك امين امين ايوة كده يا نار اسود كل دي مسجات وانا عفل موبايل ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب البلد ملنون دينا 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 سارا كده كتير اوي يلا بقى سارا بتعملي ايه يا سارا سارة سارة بتعملي ايه افتح يا سارة سارة اخوة انت مفتحتش ليه افتحي له انا عارف مين وين مروان؟ مروان وين ايه؟ ايه؟ ايه في ايه يا شخ جاسم؟ مروان وين ايه؟ قدر اهو؟ اهو؟ هلان وسهلا يا مروان اسمع انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفتها بحياتي وانت منحاش من مصر لانه عندك قضية نصر اسمع اترجع لاثنين مليون يورو ملوتي ولا اخليك جدة هام دهنية؟ اهدى بس يا شخ جاسم واخري انت الثاني اه؟ اهدى اهدى بس يا شخ جاسم اهدى حرام عليك كفاية من ساعة معرفة موضوع السفينة وغراءها ده وانا بتقطع من جوه اسمع انت فاكرني انا احبقل ولا بريالة اي مركب اللي غرج واي شكر اللي ده مثل ما قلتك تدفع لي فلوشي لتنين مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس اهدى وتعالي اعود اهدى وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان ما بلاك تافه زي ده وانا ان كان علي انا عايزك تضربني بالنار واتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده بس اعمل ايه المكان كله مليان كاميرات يعني اي حاجة انت هتعملها هتوصل للامن على طول ايه ده بس ايه ده ايه ده وتعال اعود تعال اعود بس بس يا نجوان لا 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 ما تقوليش كده مش معنى ان الشيخ جاسب خسر صفقة يبقى قلبه ضعيف ما هو برضو كسبنا واحنا معرفتنا ملايين انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص طيب ما تفهمني فهمني يا فلتت زمانك مابولة منك يا شيخ جاسب عارف تجارة الافكار دي انجح تجارة على مستوى العالم ليه؟ لانها لا هتحمد ولا هتفسد ولا هتعطن ولا اي حاجة خالص مو بعدين فهمني مو فهم شي انا هفهمك بس اشيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إله راجعون واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها امين امين طور الدنيا كلها يا شيخ جاسب كاسك شكرا اتفضل شكرا خد يا حبيبت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يلا يلا شط واحد شط واحد ها؟ بالهمة هالله يهنيت تسلمي دت منور منور يا شيخ جاسب يلا انا جوانك استني بسرعة شكران انا عارف انك مستغربة المكان هنا شوية يعني أكيد عيشت برا مصر ومش واخد على الأماكن هنا بس صادقيني المكان هنا لطيف قوي انا باجي كتير انا واحد صاحبه لا المكان فعلا لطيف حلو قوي بقولك ايه؟ انا مش عايزك تتوتري من وجودي يعني اعتبني يا سبت مش موجود خالص او معد على ترابيزة تانية ولا ايه؟ لا لا ازاي؟ لا لا مفيش حاجة خلاص ايه؟ يا خرب بيتك يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه ده انا لسه مخلصتش الجملة حبيبي انا قلت اتطمن عليك عامل ايه مع الموزة البلدي بتاعتك ما تحترم نفسك بقى وبعدين مشوقتك اقفل يلا دلوقتي مشوقتي ايه انا بكل لوات انا جنبك اساسا وداخل عليك اطلب لي اكل معاك ما تستعبطش مفيش الكلام ده وحيات امي جايلك سلام ما عليش يا سيدي واحد صاحبي مجمون شوية المهم انت عامل ايه؟ كويسة اوي كويسة طب قليلي بقى تحبي يا كلمك انا عن نفسي ولا تكلمين انت عن نفسك لا ابتدي انت الاول لا استمعك انا اسمي علي عبد الحميد وبشتغل زبط مباحث لو سألتيني ايه اكتر مهنة بتكرهها في الدنيا حقولك ايه شغل انت المباحث ازيه؟ والدي كان ليه شرطة متقاعد وكان مرشح بوزير داخلي وكان وقته كله للشغل وطبعا بقيتي السيناريو وانا عرفاك اكبارني من انا ادخل كلية الشرطة ولما لقت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بنيهm نشتغل بقى مدام دخل لو عايزة ترد رد لا لا مش مشكلة تفضل كامل بس معا بس يا ستة وانا ما اعرفش ابقى بحاجة وما بقاش شاطر فيها انا اصلا داخل شرطة بستة وتسعين في المائة امال انت كنت عايزة بقى ايه مش هتتحكي انا اقولتلك لا مش هتحك واتحكي فنان تشكيلي مش قلتليك هتتحكي لا مش قصدي معلش بس يعني مش لايقى خالص على شغلانتك انا عندي كمان المرسم بتاعي واخدت جواز كتير قبل كده بس طبعا الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاه طبعا اليوم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط ده مال وما للفن والرسم مع المشكلة ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين للمجتمع بيفكروا بنفس الطريقة في ايه مالك بتبصي لي كده ليه لا ابدا مستغرى بطريقة تفكيرك اصل ده كلامي بالظهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة